قصة إمام نقطتين لأنه فيه نقطة بتستفزيني جداً فيما يخص اللاعبين كل لعبي مصر إمام عشور مواليد فبراير 98 إمام عشور 25 سنة بعد شهرين أنا منفعش أقول على محمد عبد منعم ولا إمام عشور ولا كل هؤلاء اللاعبين على رغم أن محمد أصغر سنة ونصف منفعش أقول عليه ناشئ إمام عنده 25 سنة ده في أوجع عطاقه ما ينفعش أقول ولا التمثل أي أعزام لا 25 سنة المفتوض نقول أي لعب خبرة خلاص ده لعيب في أوجع عطاقه ده بأحسن وقت المفتوض لا عندنا ناشئ لا يعني الموضوع فعلا بقى صعب جداً النقطة بقى فيما يخص إمام قصة إمام كريم هاخد منها جديدة بالزبط إنه إمام مشكلته بدأت إنه طلب تجديد التعاقد بعد تجديد تعديل عقد أحمد سيد سيسو وبعدين تم وعدوا إنه يتم التجديد وقالوا له في حينه يعني ما تدلوش توقيت محدد لكن وعدوا بالتجديد بعدين حصل شئة مشاكل فريرة راجل منضبط جداً جداً مشاكلك الإدارية حاجة وانضباطك في المران ومواعيد حضورك للتدريبات شيء آخر إمام ما التزمش بدأه استبعده فريرة في مباريات أفريقيا ومع عودة الدوري لعب الشوط الثاني من مبارات سموحة قبل مبارات السوبر التزم إمام عشور تماماً في الخمس ستة أيام اللي قبل مبارات السوبر مع مبارات سيراميكا والاستعدادات لمبارات السوبر بعدها فريرة علل أنه انخفاض مستوى إمام وأنه مامشيش على نفس البيك اللي كان عليها في السيزن اللي فات بسبب تصرفاتي دي فالراجل زعلان منه غضبان منه لكن لعبه الأهمية إمام عشور ولأنه التزم مجموعة من الأيام قبل مبارات السوبر النهر ده حصلت نفس المشكلة يمكن في تصرفات صغيرة بدون ما نتطرق إليها يعني بتبقى مستفزة متبقاش هي السبب الأساسي يعني العيبي غير لون شعر بيوصل إحساس إن أنا مش بتحمل المسؤولية إن أنا مش بتحمل المسؤولية فواحد من كباتنا الفريق يعني قال له إنه ده مش توقيته ومش صح هو إمام ما استجابشه للموضوع حصل الأمر وأنا جدا تفهم معاك جدا اللي قلته في الانترا كريم أنا جدا مع أي نادي لعيب عنده لا يلتزم أيا كان اسمه لأنه حالة التدليل عانة منها نادي الزمالك وأندية كتير في عصور سابقة حالة التدليل لما بكل لعيب بتصيب الفرقة كلها فأنت عايز ترسي انضباط وعلى فكرة الانضباط ده حصل السنة اللي فاتت في أكتر من حالة وزمالك خدت دوري في النهائي بغد النظر عن تفاصيل السيزوني يعني لو ما كانش حصل كده زمالك كانش خد حاجة فاللي بيعمله فريرة دلوقتي وعمله مرتضى وإدارة نادي الزمالك اعتقد ان هو الصحيح وهتضمن معك بقى إمام عشور انت لعيب جدا انت واحد من أحسن لعبيت مركز ثمانية في مصر دلوقتي وما بقيتش لعيب صغير محدش يحط لك أعظار ما تبعدش لأنك لو بعدت هتبعد عن المنتخب وهتبعد عن الزمالك وتفقد كل اللي انت عملت في فترة وفي ألف مثلا ممكن نجيبهم بقى شبه يعني الشبه الناس مشت الطريق كده بدل ما يمشو كده